اشتركوا في القناة لم يكتفي بتدمير ثقافة السوريان وحضورهم وهم اول من انشأ جامع في العالم وهم اول من نقل العلوم الى العرب ومنهم الى العالم وكأن الدهر والقهر لم يكتفيا بتهجير هذه الارومة وتفريقها ايدي سبأ حتى جاءت القوات الكردية في الجزيرة والقامشلي التي اسسوها بدلا من نصيبين التي ارتكبت ترك فيها مجازر ليقول لهم اوقفوا تعليم المنهج الرسمي بالعربية في مدارسكم ماذا يحصل في الجزيرة السورية تحت وقع مجنزرات المارينز حتى تقوم قسد ومسد بمحاولة اغلاق العلم او تكريده كأن قوات ومجلس سوريا الديمقراطية خطان تحت الديمقراطية لم يرعويا مما حصل في عفرين ولم يقتنعا بانهم جزء من النسيج السوري قدسة البطريارك افرام الثاني بطريارك انطاكيا وسائر المشرق للسوريان الارتودوكس ورئيس الكنيسة والرئيس الاعلى للكنيسة السوريانية في العالم زار مدينة القامشلي واطلع على الوضع وهو يحاول تثبيت ناسه في بلدهم الام ويسافر في اسقاع الارض ويلتقي بذوي النفوذ كي يصل الى هذه النتيجة قدسة البطريارك ماذا يحصل في القامشلي لماذا الذي حصل في القامشلي ما العلاقة بين القوات الكردية او سوريا الديمقراطية وبقية المكونات في تلك الجزيرة السورية مساء الخير استاذ غسان ومساء الخير للمشاهدين اللي عم شوفونا عبر قناة الميادين بالتأكيد الجزيرة السورية بشكل خاص هي مزيج من شعوب واقوى ولكن شعوب عاشت مع بعض اقله في التاريخ الحديث بتناغم وبانسجام وباحترام الواحد للآخر السريان من المعروف انه هنا ابناء المنطقة اللي عاشوا فيها من الاف السنين ليس فقط من بدء المسيحية ولكن قبل المسيحية ايضا وخلال هذه العصور هناك الكثير من الاقوام التي جاءت الى منطقة الجزيرة ورحب بهم السريان وعاشوا معا حياة فيها التعاون وفيها العمل من اجل خير الانسان بشكل عام الذي حدث مؤخرا ان الادارة الذاتية التي شكلت هناك من طرف واحد حاولت ان تفرض على مدارسنا السريانية التابعة للكنيسة والمدارس الاخرى تابعة لكنيس اخرى المدارس الخاصة تابعة للكناس ان تفرض عليها اولا ان تأخذ رخصة من هذه الادارة الذاتية ثانيا ان تطبق هذه المدارس المنهاج الذي اعدى من قبل الادارة الذاتية بالتأكيد السريان الموجودين في منطقة الجزيرة ولاء الكبير الاول والاخير هو للدولة السورية باعتبار الدولة الشرعية باعتبار الدولة المعترفية من قبل كل العالم بما في ذلك الامم المتحدة والولايات المتحدة وغيرها وبالتالي نحن دائما نتطلع الى دولة قوية تحمينها كل ابناء هذه الدولة لاننا نحن جزء من هذا الشعب السوري و ما في قبول عند ابنائنا السريان في منطقة جزيرة انه يغيروا هذا الولاء ونحن كشعب سرياني عشنا مع الاكراد او عاشوا معنا باحترام الى حد ما ومنحب نكمل هذا الاحترام المتبادل نحن منحب الشعب الكردي مثل ما منحب الشعب العربي والشعوب التانية الموجودة ومنميز دائما بين الشعب الكردي اللي بيحب يعيش بامن وسلام ضمن سوريا الواحدة وبين المنظمات المنظمات والفرق اللي عنده اجندات سياسية نعم سيدنا اسمح لي هون بس اسألك يعني كلام كلامكم هو كلام كل واحد يريد هذه سوريا الواحدة المواحدة ولكن هذا العمل هو محاولة فرض ثقافة وتعليم من جهة واحدة على مكونات اخرى اي الناس واعي بالتعبير اللبناني بين شاؤفين يعني بين قسد ومسد من جهة وبين انتماء من جهة من جهة اخرى ليش وصلت الامور لهذه الدرجة يا صاحب اللبط اللي عم تحكي سيد غسان عم نعيش يوميا بالجزيرة وهجرت الكثيرين من المسيحيين خاصة سريعا من الجزيرة سبب سبب رئيسي هو الضغط اللي عم يحصل على ابناء منطقة الجزيرة سواء من بموضوع العسكرية عم ياخدوا شباب وعم يجندون سواء بموضوع فرض تجنيد بالإكراه تجنيد بالإكراه كمان فرض ما بديوا الجزيرة بإنما التاكسز يعني الضرائب الضرائب سواء بموضوع المدارس الضغط في المدارس فهذا أدى إلى هجر الكثير من السريا من هناك اللي حصل أنه في فترة معينة يظهر أنه كان في نوع من التفاهم أنه هالفرق المسلحة ممكن تحمي منطقة جزيرة من داعش ومن غيرها ونحن بننكر أكيد ونقدر أنه حطوا دم في سبيل هالهدف هذا وحموا مناطقنا من قدوم الداعشيين والفرق التكفيرية الأخرى لكن يظهر مع مر الزمن أنه هذا ما كان الهدف الوحيد هناك هناك ترتيب معين يهدف إلى تكريد المنطقة ربما ونحن هون نسأل أخوتنا الأكراد أنه هن كانوا بيشتكوا أنه مظلومين من ناحية الثقافة واللغة من ناحية تعريب المنطقة بالظبط كانوا بيشتكوا من تعريب المنطقة فاليوم إذا يعملوا هن نفس الشي اللي كانوا يعتقدوا بتكريد المنطقة ما أعتقد هذا يخدم مصلحتهم أو ما يظهر صدق النوايا في هذا الموضوع هذا سيدنا الأكراد في الجزيرة ينثقون مع الأمريكان أعلن صحيح هل الأمريكي كيدون أردون اللي بيدفع بيؤمر هل الأمريكيين هم من يريدون تهجير المسيحيين من الجزيرة لأنه ما حدا بيعمل هايك هايك بالبلاش أنا ما فيني أحكم على نية الأمريكيين لكن اللي بيظهر نتيجة العمل اللي عم بيسي سواء من الأمريكيين أو من الأوروبيين عم يؤدي إلى تهجير المسيحيين من جزيرة ومن سوريا ومن المشرق كله فبالتالي هل الشهادة بيجعلني أسأل نفسي هل هناك خطة لتهجير المسيحيين وأنا لا أستبعد وجود هالخطة ولكن لا أستطيع أن أؤكدها لكن نحن بنعرف أنه الأمريكيين لنظور كبير بمنطقة جزيرة ومع الفئات الكردية اللي عم تحارب إلى جانبهم ولذلك في موضوع المدارس اللي ما هو موضوع جديد صار له أكثر من ثلاث سنين الضغط موجود علينا وحاولنا خلال هالسنين الثلاث الماضية نتواصل مع قيادات معينة سواء من القيادات الكردية أو من القيادات الأمريكية ونطلب منهم أن يتمهلوا علينا وما يفرضوا علينا المنهاج المعد من قبل إدارة ذاتية أو التسجيل أو أخذ الرخصة من الإدارة الذاتية حتى في الأسابيع الأخيرة بعد ما أقفلوا مدارسنا تواصلنا حقيقة مع الأمريكان على أعلى مستوى طلبنا منهم أن يداخلوا ويسمحوا المدارس تكمل مثل ما هي ونحن بالأخير أمام مستقبل غامض في منطقة جهزة طبعا أملنا وهدفنا أن تبقى سوريا موحدة وتبقى جزيرة جزء عزيز من سوريا وأبنائنا يكونوا تحت سلطة الحكومة الشرعية لسوريا لكن بنفس الوقت في بعض الأمور لازم نتنبه سواء سريانيا أو كرديا أو سوريا بشكل عام أنه هالشعوب الموجودة بالجزيرة لازم يكون فيه عندها مجال تعيش ثقافتها وحضارتها كمان بطريقة سهلة يعني الأكراد عندهم حقوق ثقافية لغة لم يقل أحد لا نعم السريان عندهم نفس الشيء فنحن حتى نضمن الأمن والسلام والتعايش السلمي في المنطقة لازم الشعوب هاي تقدر تعبر عن ذاتها وهذا رح يكون تحدي للحكومة السورية في المستقبل في سوريا الجيدة أنه تقدر مع الحفاظ على وحدة سوريا وعلى وحدة الجغرافيا والإدارة السورية في نفس الوقت يكون في في فسحة لهالشعوب هاي تتعبر عن ثقافته عن الحقوق الثقافية للمكونات صحيح سيدنا أظهرت الصور الآتية من القامش لنوع من الثورة أو رفض للسوريان والمسيحيين لما حدث هل شعر المسيحيون والسوريان في الجزيرة أن الكيل قد طفح أو أنهم أمام بالتعبير الصريح تطهير ثقافي أنا بقدر أقول لك من هيك أنه اللي نحن اتعرضنا له هو تطهير عرقي وديني بالمنطقة بشكل عام لكن بالجزيرة أيضا نعم هناك ضغط كبير علينا وبالتالي هذا الضغط يؤدي إلى الهجرة لا أقول أنا الأكراد يريدون أن يهجروننا لا أستطيع أن أجزم هذا الشيء لكن النتيجة هي أن الشعب يهاجر المسيحي السرياني يهاجر بسبب الضغطات الموجودة عليه وموضوع المدارس هو أحد هذه الضغطات والذي حصل منذ أيام نعم هو إشارة إلى أن الكيل قد طفح ونحن لن نقبل أن تغلق مدارسنا أو أن يفرض علينا منهاج لا نرضى به نحن لكن هناك موضوع مهم يجب الإشارة إليه أنه طريقة تقديم أو مقاربة هذا الموضوع من قبل أخوتنا الأكراد هو أنه رح يخلونا ندرس السرياني أكتر في مدارسنا بصراحة رح يخلونا ندرس التاريخ السرياني اللي هو تاريخ سوريا القديمة المهم أن لا تقرب إلى العربي ربما لكن أنا الذي يريد أن أقوله أنهم يستعملوا هذا المنح حتى يردوا أو يقنعوا أبنائنا السريان بقبول هذا الواقع وهنا لازم يكون فيه درس في هذا الشي هذا للمعنيين بوزارة التربية السورية وبالحكومة السورية ولكلياتنا يكون فيه درس أنه هالزوايا لازم يسلط الضوء عليها في المستقبل حتى السرياني ما يضطر أو ما يقبل تجي جهة تانية غير سورية تقنعه أو تحاول ترضيه بهالأمور هاي نعم سيدنا القوة الكردية قد انكفأت عن المدارس ولكن أيضا قد تم تأجيل افتتاحها من قبل نيافة المطران هناك لماذا تأجل افتتاح المدارس هل هو نوع من من البلانس من الموام من الموام من الموام الحقيقة اللي صار اللي صار في تواصل وطبعا نحن عنا عم نوجه دائما الكنيسة هناك نكون فيها حذر يكون في محاولة يعني نروح المايل الزاد الاكسرا مايل حتى نقدر نوصل لنتيجة تكون مقنعة تكون نتيجة نرضى عنا ما نعمل كومبروميز بمبادئنا لكن بنفس الوقت تسمح لأولادنا وبناتنا يرجعوا للمدازفة اللي صار انه كان فيه كان فيه تواصل ما بين جهات معينة من الإدارة الذاتية وما بين المطرانية وكان فيه نوع من التفاهم انه هالاسبوع هذا اللي ابتدت فيه المدارس بسوريا يكون اسبوع إداري في مدارسنا الكنسية مدارسنا الخاصة تعبع الكنيسة بمعنى انه المدرسين والمدرسات يداهموا يحضروا حالهم واسبوع القادم مفروض يكون فيه عودة الطلاب إلى المدارس هناك قوات حماية سوريانية وانا بحط كلمتين يعني خطين تحت كلمة حماية تسمى سطورو نعم سطورو بالسوريانية حماية نعم صحيح هذه قوات من هي ما ندعمها ما هي علاقتها بقوات حماية الشعب الكردي هل تنسق معها ما علاقة السطورو أيضا بالأمريكي الموجود في تلك المنطقة في بدايات في بدايات الأزمة كانت توجيه دائما من قبل الكنيسة انه نحن ككنيسة ما فينا نشجع أولادنا يحملوا السلاح ونطلب ونتمنى ونتوقع ان الدولة هي اللي تحمينا كلياتنا ككنائس كمدارس وكمجتمعات اللي صار انه في بعض المناطق الدولة ان حصر دورة والتالي ما كانت قادرة توفر الحماية وصار فيه هجوم علينا فأبناء أبناءنا السريان ومع باقي الطواف بمبادرة ذاتية منهم من غير تنسيق مع الكنيسة أو مع أي حدا أخذوا السلاح وصاروا يدافعوا يحموا بيوتهم وحاراتهم وأحياءهم ما كان الهدف أبدا انه يروحوا ويحاربوا مع ناس أو ضد ناس انه يحموا مجتمعاتهم من الاعتداء عليهم من الخارج بسبب ضعف وجود الدولة هكذا بدأت لاحقا هال مجموعة من السريان المسلحين قسموا فيما بينهم قسم أخذ وقف مع الدولة ولو الدولة كانت ضعيفة في منطقة القامشلي والحسكة وداخل المدن لكن قرر انه هو يقف مع الدولة الشرعية وبالتالي يحمي المناطق السريانية بالتنسيق مع الدولة قسم الآخر سياسيا كان عنده مبادئ سياسية اختار انه يقف مع ال مع الأحزاب الكردية ومع ما سمي فيه مبعض بالإدارة الذاتية وموجودين مع الإدارة الذاتية فالسوتورو اللي موجود مع الإدارة الذاتية اللي اليوم عم ينسقوا مع الإدارة الذاتية بالتأكيد مباشرة أو غير مباشرة في عندهم تنسيق مع الأمريكان لأنه بالتالي بنعرف الوجود الأمريكي في المنطقة والتنسيق الأمريكي الكردي وهنا صايرين جزء من هذا لكن نحن ككنيسة ما بنتبنى أي من هؤلاء من هذه الفرق المسلحة كلهم ولادنا كلهم نخاف عليهم ومنريدهم ما يأذوا حدا وما يأخذوا موقف يضر بأبنائنا لكن نحن ما بنقبل أي تعدي علينا سواء كان من أولادنا أو من بره ما بنقبل أشياء هذا حتى لو استعملوا السريان فيها التعدي هذا نحن رح نكون ضد السريان هدول إذا تعدوا على الكنائس وعلى المدارس وعلى الشعب السرياني قبل أن أنتقل إلى موضوع آخر هناك تقرير يقول أن نسبة 65% أنا معتاد على صراحتك سيدنا أن نسبة 65% من مسيحي الجزيري قد هاجر هل هذا الرقم صحيح أو أنه أكثر من ذلك ما بعتقد أكثر لا أنا تقديراتي وبالتواصل مع الكنيسة بحدود الخمسين للستين بالمئة تركوا مع الأسف بمنطقة الجزيرة بشكل خاص لكن بسوريا بشكل عام فيني أقول بين الأربعين والخمسين بالمئة من المسيحيين تركوا مع الأسف لا حول ولا سيدنا بدي أن أقول على الجامعة الأنطاكية بعرف أنت قديش بتحب موضوع العلم وهذا العلم كما قلنا مرافق لا يوجد كنيسة سريانية إلا بجانبها علم لا يوجد كنيسة إلا جبية ماذا عن افتتاح الجامعة الأنطاكية في معرض صيدنا استاذ الثان بدأت أنت الاختتاحية بسريان عمله أول جامعة بالمنطقة وهذا الحكي الصحيح وكل دير في العالم شكرا وكل دير من أديولتنا كان الحقيقة جامعة في السنوات الأخيرة كان فيه عندنا حلم ككنيسة أن يكون فيه عندنا جامعة كمان جامعة سريانية لكن جامعة مفتوحة للكل ابتدأ بهالحركة المثالة الرحمات البطريات كماراناتيو الزكة الأول وقدم طلب كان باسم جامعة الأخطل الشعر الشعر السرياني العربي كان عربي جنسا لكن سرياني أصلا كنيسة ومعتقدا فتقدم طلب للسلطات المسؤولة بسوريا اتأخر شوي البت بالطلب وكان حلمه للمرحوم البطريك زكا ولكلياتنا فلما أنا ربنا دعاني أكون خادم لهالشعب ولهالكنيسة فحطيت من أولوياتي أنه أحقق هذا الحلم للمرحوم البطريك زكا ولكلياتنا يكون عندنا جامعة وخلال تواصلنا مع القيادة السورية وأنا ما فيني أبدا أنكر فضل سيات الرئيس بشار الأسد في هالموضوع لا بل هو اللي كان عم يدفعنا حتى نمشي بهالموضوع بسرعة أكتر وعطونا كل التسهيلات اللازمة واستحصلنا على مرسوم جمهوري باستحداث الجامعة جامعة الأخطاء الخاصة بعدين غيرنا اسمه إلى جامعة أنطاكيا لميلا لأنطاكيا من أبعاد روحية وثقافية وجغرافية وتاريخية وغيرها صرنا سنة ونص تقريبا عم نهيئ ونشكر ربنا فيني أبشر الكل من خلال قناة الميادين وجراس المشرق أنه نحن نتوقع نبتدي التدريس خلال أيام ورح نبتدي بكليتين كليت الهندسات هندسة مدني وعمارة كليت الاقتصاد وددارة الأعمال نحن عنا ترخيص لسبع كليات والمقر هو بمعرض صيدنايا هذا الفرع طبعا الأساس مفروض يكون بالجزيرة لكن بسبب ظروف الجزيرة هذا ما يسأله البعض أنه ليش مو بالجزيرة الفرع الأساس هو بالجزيرة والترخيص هو الجامعة بالجزيرة وفرع لها بصيدنايا اللي حصل أنه نحن الظروف الموجودة بالجزيرة ما بتساعدنا نقوم بالجامعة حاليا لذلك طلبنا من القيادة السورية أنه يسمحوننا نبتدي بالفرع وهذا كان طبعا كمان استثناء وتسهيل من قبل الحكومة السورية سمحوننا رح نبتدي هلا بالفرع بمعرض صيدنايا لكن على أمل أنه في أقرب فرصة نرجع للجزيرة ونعمر كمان هون يكون نبتدي الجامعة بالجزيرة طبعا موضوع الجامعة مهم بالنسبة لأنه كتير ما بس لموضوع تحقيق حلم عنا أو لا تحقيق ذات الشيء تاريخي لا لأنه بالنسبة لألي أنا ولكل مسيحي مفروض أنه وجودها الجامعة اليوم يكون مؤشر على اتجاهنا بتقوية الوجود المسيحي في المنطقة وبإبقاء ما تبقى من المسيحيين بس بالنهاية هذه الجامعة ما رح تكون للمسيحيين كان هي لكل أبناء سورية لكل أبناء المنطقة نحن نتوقع بأقرب فرصة نكون بمرحلة بمستوى أنه نقدر نستقطب الطلاب من البلدان المجاورة ورح يكونوا فيه عننا اتفاقيات مع جامعات دولية وغيرها حتى يكون مستوى الجامعة المستوى المنشود اللي نحن نتمنى أنا أعرف أن هذا أحد الأهداف التي وضعتها من أول يوم جيت نحن نأمل ذلك ولكن سمحنا أن نروح على فاصل سيدنا أعزائي فاصل ثم نعود إلى الحوار مع قداسة مار أفرام الثاني بطريارك أنطاكيا وسائر المشرق للسورياني الأرثوذوكس انتظرونا أهلا بكم مجددا في أجراص المشرق في حوار مع بطريارك أنطاكيا وسائر المشرق للسورياني الأرثوذوكس مار أفرام الثاني صاحب القداسة التقيتم في اجتماع لمسيحي المشرق لبحث موضوع ووضع مسيحي المشرق في باري مع قداسة البابا كنتم كل بطريارك الشرق الأنطاكيين وغير الأنطاكيين ما الذي نجم عن هذا الاجتماع؟ بس حتى هيك قدمي تاريخي هذا الاجتماع طلبنا نحن من الالفين وخمسطعش لما كنا بظروف كثير صعبة طلبتوا من الالفين وخمسطعش وصار بالالفين واتمنطعش معلش بدي كانت ظروف صعبة وأياما داعش دخلت على الموصل وعلى سهل نينوة وبسوريا فكان طلب مقدم من البعض وأنا مني شخصيا أنه نجتمع مع قداسة البابا اليوم صلاة فقط لا شيء حتى نكون مع بعضنا ونحس أنه نحن واحد في هذا الشيء استجابوا لطلبنا بالالفين وستعاش لكن التوقيت ما كان صحيح كان خلال أسبوع الألام الشرقي أسبوع الفصح الشرقي يعني أسبوع الألام فاضطرينا ما نروح ونلغى وبعدين مؤخرا نصار بالالفين واتمنطعش كان لقاء روحي ورمزي أكثر ما يكون أي شيء آخر لكن ما معنى هالشيء هذا أنه ما صار في مناقشات وحوار جدي حول تحديات الوجود المسيحي وشو الأشياء المطلوبة حتى هالوجود هذا ما بس يبقى وجودك يكون فعال أيضا قداسة البابا كعادته كان كتير متعاطف معنا وأنا لازم يعني التاريخ واحد يقوله أنه شخصيا قداسة البابا هو إنسان محب لسوريا وللمنطقة ودائما بيحكي عن سوريا سوريا الحبيبة بيقوله وبيدعي للصلاة وبيتعاطف ما معنى هالشيء هذا أنه المواقف الباتيكان هي بنفس التعاطف لكن البابا شخصيا إنسان متعاطف معنا ومع قضايا ومن هون كان اللقاء كان فيه جو سيريوسنس جدية كانت موجودة روح الجدية كانت موجودة وروح التخوف من المستقبل اللي عم ينتظرنا نحن كما سحين في المنطقة ما تخوف على مستقبلنا بس على مستقبل المنطقة لأن وجودنا هون هو ضمانة كبيرة للمنطقة كلها ما بس لألنا وبالتالي كانت فرصة كل الأصحاب القداسة والغبطة البطار كيعبروا عن آراءهم يعطوا أفكارهم اللي موجودة وكانت فرصة لأنها حتى كمان بمحبة نصغر عدم رضانة عن الموقف المسيحي بشكل عام في الغرب من المسيحيين ومما يجري للمنطقة من الحروب اللي شنت على المنطقة في هذه الإعلام صاحب القداسي أنا لو أريد أن أحرجك أنا سمعت كلمتك في باري وكنت أتمنى كثيرا لو تسمح لنا أنه أنه أولى ولكن للضرورة أحكام إلا إذا أنت أحببت أن تقول للناس ماذا قلت أنا ولكن أريد أن أقول للسادة المشاهدين أن هذه الكلمة قد أثرت بي كثيرا لأنها تعبر فعلا عما يحدث في هذه المنطقة بشكل وطني ما بعرف سيدنا أذا بك تقول للناس بالتأكيد كان لقاء خاص بعيد عن الأعلام لذلك ما بسمح لحالي أنه أحكي كل شيء يصار باللقاء بس فيني أحكي عن موقفي أنا وعن شعوري أنا اللي عم بيسير وهذا شعور عبرت عنه في هذا اللقاء نحن عم نحس أنه المسيحية الغربية بشكل عام عم بيحكي عن قيادات الكنيسة غير متعاطفة معنا بالدرجة المطلوبة واللازمة ما في شك في أشخاص وفي كنائس جماعات يعني رعاية متعاطفة معنا وفي أشخاص بيجوا بيزورونا بسوريا بأصعب الظروف من المسيحيين من إنجلترا من ألمانيا من أمريكا من غيرها ما في شك لكن الموقف الرسمي الغربي المسيحي ما بحسه متعاطف معنا ولا مهتم بيقضاء لذلك أكثر من مرة أنا قلت أنه نحن منحس أنه نحن يعني متخلى عنا تخلى عنا الغرب المسيحي وما بدنا الغرب المسيحي يتم فينا كمسيحين فقط يهتم في المنطقة في الإنسان اللي موجود في المنطقة ما بس في المسيحي لكن نحن بنتوقع كمسيحيين أنه على القليلة يكونوا متعاطفين معنا أكثر بدي أعطي أنا مثالين قبل عدة شهور أيام التحرير الغوطة مثلا طلع بيان من مجلس كنائس العالمي بيان كان كتير متطرف في التناول والموضوع بمعنى أنه واقف مع جهة ضد جهة بوضوح عم يتباكى على الأطفال وعلى المدنيين مدنيين اللي عم يقتلوا بالغوطة وطبعا كلياتنا بنبكي على كل طفل يموت ينقتل من أي جهة كان كلياتنا بنبكي على المدنيين اللي بيروحوا ضحية للحرب والحرب إلى ضحايا مع الأسف لكن هذا البيان جاهل كليا وضعنا نحن اللي في الجهة الثانية اللي موجودين في مناطق تحت سلطة الدولة اللي عم يموت منا أطفال وشباب وشيوخ في بيوتهم في مدارسهم البارحة بمحرد هذا أكبر مثل بمحرد نبارحة تسعة وأربعة من عائلة وحده وثلاث أولاد وأم وين بيان مجلس كنائس العالمي وين بيانات الفاتيكان بهالموضوع هذا ما موجودة فهذا البيان اللي طلب مجلس كنائس العالمي حسينا أنه بيان جدا ما فيه توازن لذلك كتبت أنا رديت عليه برسالة مبتوحة ونشرطة أنه هالشي هذا غير مقبول أولا هو بيان غير متوازن ثانيا أنه نحن مسيحيين كنائس موجودة في سوريا أعضاء في مجلس كنائس العالمي قبل ما تصدروا بيان عن سوريا مفروض تشاوروا معنا كمسيحيين وكأعضاء أنت تعلم صاحب القداسي أن دود الخل منه فيه بمجلس الكنائس العالمي هناك أشخاص من أصول من هذه المنطقة هم يقفون بطريقة أو أخرى مع المجموعات مع ما تقوله المجموعات المسلحة يجب أن نقول للناس مع الأسف المثل الثاني هو مواقف وبيانات الفاتيكان من اللي عم بيسير بالمنطقة برجع أكرر أنا وأكد أنه قداس البابا شخصيا إنسان صلاة إنسان محبة إنسان سلام وبيتعاطف معنا وأنا بعتز أنه بحس في صداقة بينه بينه لكن المواقف الرسمية الفاتيكان كمان أحياناً كثيراً ما بتخلينا نحس أنه أنه عم تتعامل مع الموضوع بموضوعية وبجدية بطريقة أنه غير مائلة إلى طرف ضد الآخر بموضوع درعة موضوع الغوطة موضوع حالياً إدلب وطبعاً أنا أثناء لقاءنا بباري كان عندي فرصة أن أحكي مع المسؤول عن السياسات بعتقد بالفاتيكان هو الكاردينال المسؤول عن الدولة الفاتيكانية هون بدي أذكر المشاهدين أن الفاتيكان ما هو كنيسة هو دولة أيضاً ككنيسة كرئيس الكنيسة قداس البابا متعاطف وبيصلي حتى السبوع القادم داعين الفاتيكان داعي كل المنظمات الإنسانية اللي عم تعمل بالسورية وبالعراق إلى لقاء إلى تبادل خبرات وإلى اجتماع في روما وهذا شيء كتير كويس نحن كتير فرحانين فيه لكن الفاتيكان هو أيضاً دولة دولة عندها سفراء في معظم دول العالم دولة في عندها سياستها وأنا بتأسف أنه أقول أنه سياسة الفاتيكان كدولة هي سياسة متماشية مع السياسات الغربية وبالتالي عم تتبنى المواقف الموجودة بأوروبا أو بأمريكا أو غيرها ومن هون عم تجي هالبيانات اللي عم تظهر مع الأسف على لسان البابا بعد لحيان نفسه وبعد لحيان على لسان كرادي لآخرين وعم حسسنا أنه ما هي أبداً ما في توازن هالبيانات هل لذلك قلت بعد الاجتماع أنك ترى أن الفاتيكان يرى من طرف واحد إلى المسألة في سوريا وفي المنطقة عموماً؟ نعم نعم أنا قلتها الشهادة وأنا هذا شعوري وعبرت عنه أمام الكاميرا وعبرت عنه في اللقاءات الخاصة أيضاً وهذا اللي عم بحاول أقوله أنه الفاتيكان كدولة عم تتبنى سياسات الدول الغربية بس نحن نتوقع من الفاتيكان اللي هو أيضاً كنيسة أنه يكون بتواصل مع المسيحيين وعنده الفاتيكان عنده سفراء باباويين في سوريا وفي العراق في لبنان ومن الأشخاص اللي منحبهم ومنحطرمهم اللي رفضوا يتركوا مثلاً السفير بسوريا نيافة الكاردينال زيناري رفض يترك سوريا رغم أنه مدته انتهت والبابا راد ينقله إلى بلد آخر قال لا أنا أفضل أن أبقى مع السوريين في محنتهم وعلى هالأساس بها السبب هذا خداس البابا أعطاه وسماه كاردينال أعطاه رفض الكاردينالي وسماه كاردينال هو الكاردينال الوحيد لهو السفير باباوي نفس الوقت فإذن نحن منحس أن الفاتيكان لازم يكون معنا ومع قضايانا المحقة والعادلة بغض نظر عن موقفك دولة وعلى علاقتك مع الدول التالية سيدنا أنت بطريقة ما أفصحت بالصلاة أمر عظيم ولكن في الممارسة نحن سبع سنوات هذه الأزمة وهذه المذبحة مستمرة وصولا إلى البارحة في محرده المسيحيون يسمعون كلاما ولكن يسألون أين الأفعال ألا يقضي هذا على مصداقية الفاتيكان لدى مسيحيين مشرق يا صاحب الرطا بالتأكيد الأقوال بدون أفعال ما لا قيمة الفاتيكان عم يساعد من خلال منظمات إنسانية ما فينا ننكر الشيادة بس نحن قضيتنا ما هي قضية أكل وشرب ومعونات هي قضية أدول منها وعلم أغزية نعم علم أغزية اللي بعض الأحيان تستعمل ما من قبل فاتيكان لكن من قبل منظمات مسيحية أخرى غربية تستعمل حتى يستميلوا الناس ويفتحوا دكاكين جديدة ويعتبروها كنائس ويصلوا فيه ويأخذوا المسيحين اللي عمرهم 2000 سنة يبدون يعملون مسيحية من الجديد لكن قضيتنا برجع أقول قضيتنا هي قضية أكبر منها كتير هي قضية وجود المسيحية في مهد المسيحية الوجود المهدد هل نحن رحيبقى مسيحية في المنطقة بعد عشر سنين وعشر سنة أو لا هذا السؤال اللي منطرحه على هل سيبقى شيدنا إن شاء الله رحيبقى بس رحيكون وجود ضعيف ما رحيكون قوي ما رحيكون فعال بالدرجة اللي منريدها نحن اللي لازم يكون لأن وجودنا مهم ما للمسيحية فقط استقبل منطقة. وإذا نحن ما كنا موجودين في شيء ناقص. قد أسل بابا عبر عن هذا الموضوع بطريقة جميل. لأنه الشرق الأوسط بدون المسيحية ما هو شرق الأوسط. صحيح الحكي هذا. لأنه وجودنا تاريخيا كان دائما وسيلة للوسطية لنشر التعليم والثقافة للنشر الوعي الفكري. نشوف أن المسيحيين كانوا وراء الكثير من الإصدارات أو المجلات. وكان في حلقة جراس المسيحين عن هذا الموضوع في مصر وردنا. لكن أيضا المسيحيين كانوا وراء تأسيس الكثير من الأحزاب السياسية. يعني الفكر السياسي بالمنطقة. طبعا ما بقى للمنشاء غير المسيحيين. إخوتنا المسلمين اللي عايشين. نحن معهم. لا بالتأكيد. لكن المسيحيين على قلة عدادهم أو ضعف نسبتهم في المجتمعات اللي فيها. عملوا أعمال جبارة. وهذا اللي راح نستفقده إذا المسيحي ما كانت موجودة. وأكتر من هيك إنه لما تنحصر المسيحية وما يبقى مسيحيين بالمنطقة في خوف إنه هذا المجتمع يكون لون واحد. لما بيكون في مجتمع لون واحد بيكون عدد هذا مجتمع مغلق. فهذا ما لصالح أي إنسان ولا لصالح حتى الغرب يعني. ولا صالح البشرية. بشكل أبدا. سيدنا في أول الإسبوع هذا اجتمعتم أنتم البطاركة الأنطاكيون أصحاب الكراسي الدمشقية. يعني الذين مقر كوسيكم الفتركي في دمشق. هل من نتائج أنا أعلم أن الجمهور ينتظركم دائما وهناك عتب كبير يقوله للمسيحيون أن أنا ذهبت. أنه شو عم يعملوا البطاركة؟ إما أنكم لا تعلنون عما تفعلونه أو أن هناك فعلا تقصير. فعليا هل من نتائج عملانية لهذا الاجتماع؟ يعني عم ننظرهم بعد الأحيان بهالحاكي أنه ما عم نعمل شيء. كل بطرك وكل مطران وكل كاهن قام بدور كبير بهالأزمة سواء بالعراق أو بالسوية. نحن اللي طبعا هذا واجبنا ما في مني على حدا هذا. لكن نحن اللي إذا بقي مسيحية اليوم فأعتقد أنه دور كبير في هالشهادة. ما بس من خلال الأعمال الإغاثية اللي عم تقوم فيها الكنيسة اللي عم تقدم فيها ليس فقط المسيحي. ولكن نعم. كل الأبناء المنطقة. بالتأكيد. ولكن من خلال لقاءاتنا مع الخارج ومع الرؤساء والمسؤولين رؤساء دول وطواقف ومن خلال نقلنا للصورة. اللي ما عم يقدر يعملها مسؤولين حكوميين في هالدول هاي سواء في السورية والفرق. لأنه ما عندهم هالفرصة وهالمجال اللي نحن عندنا اياه. بسورية بدي يحكي على اللقاء اللي يصار هو كان لقاء مهم. اجتمعنا كبطار كالحالنا بالأول. وبعدين اجتمعنا مع الأساقفة. ومع الهوات. ومع الهوات. ومع الهوات. و الكهنة اللي موجودين يعني يخدموا بمدينة دمشق مع كتير من الكهنة يعني. وسمعنا للقصص اللي عم تسير كل يوم بمجتمعاتنا المسيحية. لأنه مهم كتير انه نتبادل هالأفكار وهالآراء مع الكهنة اللي هني على تماس مباشر مع المؤونين في كل يوم. ونحن بصراحة محتاجين لنا نتعزى كمان ووقتي لآخر. فبنجتمع حتى نقوي بعضنا بهال بهالمحنة هاي. حتى نعزي بعضنا وحتى نشوف كيف مع بعضنا فينا نخدم اكتر هالشعب هذا. بالتأكيد في نتائج لهاللقاء هذا. ورح تبين نتائج. لكن النتائج هي جزء من العمل اليومي اللي عم يقوم فيه. يعني هي نتيجة العمل اليومي اللي عم يقوم فيه. وكان تبادل للخبرات وتبادل للأفكار كيف فينا نقوم بهالعمال هذا بشكل أفضل. وفي قضايا يعني حكينا فيها اللي إلى علاقة بمثلا ببعض التطورات اللي عم تسير في سوريا من خلال بعض الأفكار اللي عم تنطرح في المجتمع اللي منحس انه ممكن تأثر علينا كمسيحيين بطريقة سلبية. في عنا موقف مثلا من موضوع الدستور اللي رح اللي مفروض انه يعدل في سوريا منحب نعرف الدستور هذا شو رح يصير. وشو طبعا احنا كسوريين بالدرجة الأولى وكمسيحيين وكسريان وغير. منحب يكون في عنا كلياتنا مكان فيها الدستور هذا ويعبر عنا كلياتنا. مكان ولا بتحبوا انه يكون الدستور علماني سيدنا. علماني طبعا علماني مية بالمية طبعا علماني ما دد الدين. يعني بعض الناس. لا 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 لا. علماني بمعنى علماني انه غير ديني. تساوي الحقوق والواجبات. مبدأ المواطنة. نعم. هذا بهمنا كتير. انه كلياتنا مواطنين علينا حقوق وإلنا واجبات. طبعا هذا اللي بهمنا هذا. ومنريده. وبعتقد معظم السوريين بيريده كمان. ما بس المسيحيين يعني. يعني هذا شيء مليح للك. مع احترام للدين. مع احترام للمؤسسات الدينية. واحترام للمعتقدات الشخصية كمان مهم. نعم. سيدنا فاذب الى موضوع اعلم انك مهجوس به. كما اغلب السوريان واغلب مسيحي المشرق. هو موضوع المطرنين الصديقين الحبيبين. يوحان ابراهيم وبولوس رياضي. ما الجديد. يعني نحن بنسان لليوم خمس سنين واربعة شهور. واربعة شهور. طب حتى احكي عن الجديد بدي بس بالسرعة احكي عن اللي صار انه نحن بنعتبر قضية المطرنين هي بالاساس كانت قضية سياسية اكتر ما تكون. قضية سياسية. نعم. سياسية لانه لانه اللي صار بنعتقد انه الهدف كان ضرب المسيحية في المنطقة وتهجير المسيحيين. بالاكتاب المقدس في عنا ايه بتقول اضرب الرعي فتتبدد الخراف. فبنعتقد انه كان لضرب المسيحية وبشكل خاص للمسيحية المشرقية. ونحن انا فين يقول اكتر انه الاسريانية الموجودة اللي هي اصل المنطقة. فالدليل على انه هاي كانت قضية سياسية اكتر ما تكون قضية اخرى شخصية او غيرها. انه منشوف ما حدا تبنى الموضوع. ما حدا طلب مقابل الفراج عنه سواء مادي او تبادل يعني اطلاق مسجونين او غيرها. وبعدين منشوف كمان انه هل هل الخطف اللي صار بعد الهل في صمت دولي حوله. يعني ما في دول عم تعطينا معلومات عنه. ما في دول عم. انا ما بتوقع ما بصدق انه دول عظمى ما بتعرف شي عن هالموضوع. ما بتعرف مين خطف المطرانين. وين كانوا. وين تاخذوا. شو ما صيرهم اليوم. فبالتالي بيجعلنا نسأل انه 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 اللقيمة رح يستعمل هالموضوع هذا. نحن بهمنا نوصل لنتيجة بها الموضوع هذا. سأعود الى الجديد. ولكن. نعم. مما قلت سيادتك. ما بنعرف مين الخطف. ولم نعرف وين خطف. ولا الجهة في تعمي في محاولة التعمي. ولا هني وين. ولا هو ما هو مصيرهم. صحيح. وقلت والخطورة فيما قلت ان هذا هو خطف سياسي. تحت شخطين من الخطف من الخطف السياسي يجب ان يكون هناك موقف له علاقة في السياسي لوضع النقاط على الحروف لكل الجهات الداعمة للمنظمات الارهابية التي خطف خطف المطرنان في الارض التي كانوا عليها. ماذا تفعلون في ذلك؟ نحن ما وقفنا عن عن السعي وعن العمل سواء بطراكية سريان او بطراكية الروم الورتودوكس ونحن عم اكيد عم. لتنسيق؟ ننسق مع بعضنا على المستويات وانا باستمرار بتواصل مع غبطة البطرياكي وحنة وعمل نطرح الموضوع هذا على اعلى المستويات في اجتماعاتنا مع رؤساء دول من امريكا الى روسيا الى اوروبا الاتحاد الاوروبي ما تركنا باب ما طرقناه لانه بنعرف انه في مكان ما في بعض الدروش في بعض اجهزة الاستخبارات الدولية في فايلات عن المطار في معلومات مفروض يساعدونا في هالموضوع هذا لكن مع الاسف لهلا ما حدا عم يريد يساعدنا ففي في تحرك كبير على اعلى المستويات مع رؤساء دول مع مسؤولين ويوميا انا فيني اكد من هالشاشة هي عبر هالشاشة انه يوميا نحن عم نشتغل على هالموضوع سواء نعم هناك هناك كلام عن وسطة كالعادة في الصراحة مع سيدنا عن اناس يحاولون ان يأتون باخبار هناك من يحاول ان يتاجر بمصير المطرنين بالقضية بقضيتهما هناك من يقول انهما لا سمح الله قتله هناك من يقول انهما على قيد الحياة هناك من يقول ان احدهما توفي والاخر على قيد الحياة اولا من هم هؤلاء الوسطاء وهل هم وسطاء حقيقيون ام هم متاجرون بقضايا انسانية بالتأكيد من بداية الموضوع من بداية الخطف ظهروا ناس على الساحة وكل واحد كان عنده كان عنده الدافع تابعه ومعظمهم كانوا تجار عم يحاولوا يعملوا ربح على حساب هذه القضية الانسانية بالاخير قضية انسانية نوع من ابيوز بالاستغلال بالتأكيد استغلال هالقضية الانسانية في سبيل كسب مادي وطبعا هدول بيظهروا بعد تواصل مرة او مرتين وبيظهر زيف ادعاء لكن وهون برجع للموضوع اللي قلته الجديد او المهوة الجديد اليوم في عنا جهات عم تتواصل معنا جهات اشخاص وجماعات من دول متعددة من سوريا من تركيا من اوروبا من اسيا عم يجوا عم يعطونا اخبار متناقضة مثل ما ذكرت حضرتك اخبار تحكي عن وجود المطرانين في قيد الحياة في مناطق معينة شرقية مثلا من سوريا اخبار عم تحكي عن وجود لا سمح الله رفات المطرانين في غربي سوريا اخبار بتحكي عن وجود متران وعدم وجود متران اخر كل هذه السيناريوات عم تجي توصلنا من هالاشخاص هدول ونحن عنا ناس مكلفين حتى يعملوا حيوة نعم نعم عنا ناس مكلفين عم نكلفهم رسميا لانو انا كبطرك او كمطران ما فينا ناخده ناطي مع هالجهات اللي ممكن تكون جهات شخصية ممكن تكون مخابراتية ممكن تكون من الفرق التكثيرية ما بنعرف فعنا ناس اختصاص هو الهوستيج نيجوشييشن يعني بيحاوروا بهالموضوع هذا فعم يتواصلوا معهم وعم نمشي مع الكل لاخر خطوة ممكنة حتى عم نعطيهم احيانا بعض المعلومات اللي نريد منهم يأكدون لنا هي لكن بالاخير نحن عم نطلب شيء واحد عطونا بروف عطونا دليل علي عم تقولوه سواء على قيد الحياة او لا سمح الله ما موجودين عطونا دليل علي عم تقولوه حتى نحن نتأكد ونطمن وبعدين بنحكي معكم كيف نطلق صراحة او كيف نوصل لنتيجة او لختام لهالموضوع هذا فمع الاسف لما بنوصل لمرحلة معينة من الجدية بينسحبوا هالاشخاص بينسحبوا ما بنسمع منهم شيء تاني لذلك اليوم الجديد هو انو في عنا اكتر من خيط عم نتبعوه عم نمشي فيه في عنا خيوط بده مفروض توصلنا انو انو موجودين وان شاء الله نوصل لنهاية ساعدة في عنا خيوط تاني عم يعني ممكن تشير الى عدم وجوده لكن احنا بدنا بالحالتين بدنا دليل ملموس على هالموضوع هذا ونحن مستعدين نكمل هالمشوار لاخر يوم والاشخاص اللي عم يتحاوروا من قبلنا موجودين 24 ساعة باليوم سبعة ايام بالاسبوع ومستعدين يتجاوبوا مع كل شخص عنده معلومات بيحب يمرق لنا عنده دعاء ان هو بيعرف شيء عن المطرانين نحن مستعدين نتحاور مع هدولناس عبر الوسطة اللي عنا شكرا صاحب القداس هل من كلمة اخيرة؟ اسمح لي بس عبر عن شكري لقناة الميادين بشكل عام وبرنامج اجراس المشرق بشكل خاص والاستاذ غسان الشامي بشكل اخاص على هالبرنامج اللي هو ايضا محاولة لابقاء المسيحية في المشرق ولفعاليتنا في المشرق وهذا واجب الميادين نشكرك نحن لما كان عزائي لكم الا في هذه الارض وما تبقى رغم كل الرفاهية والامان منافي اعرف ان هذا الكلام عاطفي لكن مدام الحرف واللحن اللذان تركهما مار افرام ينبضان فسيبقى الحنين مؤلما عسى ان توفق صاحب القداسة فيما تقوم به وتسعى اليه وعسى ان ينتشر العلم ويعم السلام اشكر زملائي في البرنامج وقناة الميادين على مشاركتي في قرعي هذه الاجراس بارخ مور ريش ريشوني دائما سلام عليكم وسلام لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة